اشتركوا في القناة كنا خلصنا الحصة الماضية أو الجزء الأول حل أسئلة الضع دائرة وقفنا عند السؤال التالي له وفسر ما يأتي بالنسبة للتفسير الفرع ألف بحكي لي تقف نرجس هذا فرع ألف تقف نرجس على زلاجة ساكنة موضوعة على أرضية غرفة ملساء طبعا ما قال لي غرفة ملساء ما رح تأثر على الحل بس هو نصدق أنه النظام معزول مدام النظام معزول يعني ما في طاقة تخرج برى النظام إذن الزخم أحفوظ وهي تحمل حقيبتها وعندما قذفت حقيبتها إلى الأمام تحركت هي والزلاجة معا إلى الخلف فهو بقول لي ليش إذن هي كانت ساكنة فوق زلاجة ماسكة بإيدها كتاب حقيبة بعدين يعني هيك على زلاجة وماسكة حقيبتها شو عملت رمت الحقيبة للأمام لما رمت الحقيبة للأمام شو صار فيها رجعت للخلف فهو بحكي لي ليش طبعا الجواب على السريع نقول ليبقى ليبقى الزخم محفوظا هذا الجواب باختصار إذن جواب باختصار ليبقى الزخم محفوظا طيب ليش كيف تعالوا نفصل فيه شوي ليش بدأفصل لأنه هذه الفكرة تكررت الأسئلة عليها الحقيقة في أسئلة مكررة يعني ما لها داعي لكن مدام موجودة بننحلها لأنه تكرارها فقدها فائدتها يعني خلاص مو نفس الجواب طيب تعالوا نشوف الآن لما كانت نرجس على الزلاجة وتحمل الحقيبة بعدين رمت الحقيبة معتوا مين اللي راح الحقيبة معتوا راح نعتبر نرجس والزلاجة لأنهم كانوا مع بعض وثم بقيوا مع بعض يعني كأنهم قطعة واحدة معتوا نرجس والزلاجة نرجس والزلاجة هذا بدنا نسميهم إيه مثلا والحقيبة بدنا نسميها بيه حسا بالأول كانت نرجس تمسك الزلاجة الحقيبة وساكنين عارفين شو يعني ساكنين؟ معناته الزخم الكلي اللي هو زخم نرجس زائد زخم الحقيبة طبعا نرجس يعني مع الزلاجة هذا إيش كان؟ زيرو ليش ها أستاذ كان زيرو؟ كان زيرو لأنه كانوا ساكنين حلو هذا اللي هو الانيشيال طيب بناء على حفظ الزخم لازم يكون الزخم النهائي اللي هو الفاينال اللي هو برضو زخم نرجس زائد زخم الحقيبة أيضا شو لازم يساوي؟ لازم يساوي زيرو صح؟ هذا الفاينال هذا إيشيال كله وهذا فاينال تمام لكن الآن زخم نرجس هون كان زيرو الآن مش زيرو والحقيبة بطل زيرو الآن لاحظوا وعندما قذفت الحقيبة إلى الأمام إذن الحقيبة الآن تحركت وانراحت إلى الأمام حلو معناته إذا افترضنا الأمام الأمام افترضنا هو الموجب X تمام؟ معناته زخم الحقيبة وانراح راح نحو الأمام معناته زخمها موجب الحقيبة اللي هي بيه طيب نرجس يا ترى شو بدو يسير فيها؟ بننقل هذا على الجهة الثانية معناته زخم نرجس النهائي لازم يكون سالب زخم الحقيبة مش لما بنقولها بيسير سالب؟ طيب إيش يعني سالب؟ هاي السالب شو معناها؟ لما أقولك زخم نرجس النهائي يساوي سالب زخم الحقيبة النهائي السالب يعني افتجاه معاكس الاتجاه المعاكس فإذا راحت الحقيبة للأمام معناته من راحت نرجس نحو الخلف هذا هو السر إذن لأنه الزخم الكل كان صفر طيب كيف بدو يضل صفر بعد مرمت الحقيبة؟ عشان يضل صفر لازم يكون زخم الحقيبة يساوي زخم نرجس مقدارا نرجس مقدارا لكن يعاكس في الاتجاه فهذا هو سبب إنها بترجع للخلف عشان يكون زخمها سالب زخم الحقيبة للأمام موجب بيكونوا قد بعض بلغوا بعض إذن ليبقى الزخم محفوظا كان صفر لازم يضل صفر فرعبا إذن إن شاء الله إنه فرع ألف يكون واضح نجح على فرعبا فرعبا بيحكي لي تغطى أرضية ساحات الألعاب عادة بالعشب أو الرمل حيث يكمن خطر سقوط الأطفال ليش بيغطوا بالعشب والرمل الإجابة السريعة إله نحكي لزيادة زمن التصادم مما يقلل تأثير القوة القوة مقدارها بقل والتالي الضرر يقل ليش؟ لأن التغير في الزخم هون اللي هو الدفع يعني الدفع هو نفسه التغير في الزخم ثابت ليش ثابت يا أستاذ؟ ركزوا معي مثلا هاي الرمل هاي حبات الرمل هاي رمل وافرضوا ما عندي رمل يعني بلاط هاي لما يجي الطفل ويلامس البلاط افرضوا الطفل وقع ونزل على البلاط قديش بده وقت عشان يقف يعني افرضوا أول ما لمس البلاط كانت سرعته مثلا عشرة متر لكل ثانية هسا لما خبط في البلاط في الأخير بده يوقف يعني قدش دستير سرعته دستير سرعته زيره ويقف في الأخير بخبط في البلاط وخلاص لما بخبط في البلاط تقريبا ما بيحتاج إلا أجزاء صغيرة من الثانية بخبط في هالبلاط وبوقف فهون زمن التلامس قصير هون بيكون زمن التلامس قصير تمام؟ لكن لاحظوا أنه الزخم التغير في الزخم تضرب السرعة في الكتلة وهون السرعة في الكتلة تمام؟ طيب فزمن التلامس القصير يعني قوة كبيرة فبتلاقي الأذى كبير طيب هون لو أجى نفس الطفل وبنفس السرعة عشرة متر لكل ثانية تمام؟ الآن في هاي اللحظة لامس لامس الرمل لكن لما بيلامس الرمل لا يقف مباشرة زي مصارف البلاط ولا الرمل فيه داخله مسامات هواء تمام؟ فزي فرشة السفنج بتلاقي الرمل شو بيصير فيه بانضغط فالرمل لما بانضغط الكرة يعني بتنزل معاه الرمل قاعد بانضغط والكرة نازلة معاه فبتأخذ شوية وقت لحديث ما ينضغط الرمل بعدين بتوقف تمام؟ يعني أول ما لمسة الرمل كانت سرعتها عشرة نفس الإشي وفي الأخير بتتوقف يعني كم بتتصير سرعتها؟ زيرو لكن هون زمن التلامس طويل ليش؟ لأنه الرمل بأخذ وقت لحديث ما ينضغط بعدين بيوقف هون زمن التلامس طويل لكن في الحالتين شو بتلاحظوا الزخم كتلة في عشرة الكتلة في عشرة نفس الكتلة ونفس الجسم نفس الكتلة ونفس السرعة والنهائي برضو هون زيرو زيرو وبالتالي بتلاحظوا فرق التغير في الزخم لأنه الزخم النهائي نقص الابتدائي النهائي نقص الابتدائي نفسه لأنه نفس الزخم ابتداء وانتهاء إذن الدفع هو التغير في الزخم اللي هو F في دلتة T وهذا ثابت بما أنه ثابت لما يكون الزمن قصير لازم تكون القوة كبيرة ولما يكون الزمن طويل لازم القوة تقل عشان يظل المقدار ثابت وهذا الفكرة طبعا مستخدمة في الفرشات المطاطية والاسفنج في الرياضة مثلا عشان اللاعب لما يسقط عليها برضو تأخذ وقت أنت زدت الزمن حتى لو كان زيادته قليلة أثرها كبير فزيادة الزمن تعني نقصان القوة بس بشرط طبعا يكون التغير في الزخم متساوي في الحالتين يعني لاحظوا هم بدينا الزخم بعشرة وانتهينا في الحالتين بصفر نفس الاشي الفرق الوحيد كان المدة الزمنية طيب هذا كان بالنسبة لفرعبة نجي الآن على فرع ثلاث سؤال ثلاث يحكي لي أحلل يقف صياد صياد على سطح قارب صيد طويل ساكن معتوا يا جماعة قديش زخم قديش زخم الرجل مع القارب الزخم الكل لهم زيرو ساكنين سرعتهم صفر والزخم هو الكتلة في السرعة فإذا السرعة صفر معتوا الزخم صفر تمام؟ إذن هون لما حكا لي صياد يقف صياد على سطح قارب صيد طويل ساكن هذا يقصد أنه الزخم الكل لنظام الابتدائي زيرو ثم يتحرك يعني الرجل صياد يتحرك من نهاية القارب نحو مقدمته يعني هاي القارب هاي القارب وهي الرجل الرجل أصلا كان ساكن معتوا الزخم الكل شماله زيرو سيجما بي انيشيل زيرو الآن شو بلش الرجل يتحرك تمام؟ الآن مدام الرجل بلش يتحرك معتوا صار في عندي V صار في سرعة معتوا صار في زخم معناته الرجل الآن صار يتحرك للأمام صار فيه إله زخم طيب ما هو بناء على حفظ الزخم الخطي بما أنه الزخم الكلي الابتدائي زيرو لازم يكون الزخم الكلي الفاينال زيرو طيب ما هو الرجل الآن بطل زخمه زيرو صح؟ الرجل الآن صار إله زخم موجب لأنه رايح نحو الأمام اللي هو زخم الرجل الرجل اللي هو صياد يعني الفاينال بطل زيرو صار له قيمة تمام؟ طيب زائد زخم القارب اللي أنا ما بعرف عنه إشي هذا كم لازم يضل صفر بناء على حفظ الزخم فلما أنقل زخم الرجل على الجهة الثانية راح يكون زخم القارب يسوي سالب زخم الرجل اللي هو صياد شو يعني معاته القارب بده يسير له زخم يسوي زخم الرجل معاته لكن لاحظوا إشارة سالبا في اتجاه المعاكس فإذا الرجل رايح للأمام نتوقع القارب شو يصير فيه يرجع إلى الخلف إذن أجب عما يأتي ألف هل يتحرك القارب أم لا؟ الجواب يتحرك الجواب يتحرك أفسر إجابتي إذن القارب يتحرك نحو الخلف لأنه الصيادة يتحرك نحو الأمام صحيح؟ طب ليش؟ ليبقى الزخم محفوظا الرجل تحرك للأمام صار له زخم موجب طيب هو الزخم الكلي لازم يكون zero صح؟ لأنه الابتدائي والنهائي لازم يكون تساويات فإذا الابتدائي كان ساكن zero معاته النهائي لازم يضل زيرو طب كيف ده ضل زيرو والرجل بتحرك للأمام لازم القارب يتحرك للخلف بنفس الزخم نفس المقدار بس يتجاه المتعاكسين عشان لما أجمحهم يطلع الزخم الكلي zero با أقارن بين مجموع الزخم الخطي للقارب والصياد قبل بد حركة الصياد وبعد حركته بدون مجموع الزخم الخطي مجموع الزخم الخطي لازم يكون متساوي بناء على قانون حفظ الزخم الخطي أقارن بين مجموع الزخم الخطي للقارب والصياد قبل وبعد قبل اتنين كانوا ساكنين شو قلنا زيرو طيب بعد شو اتفقنا لازم الزخمين يكونوا متساويات مقدارا متعاكسات اتجاها يعني مجموحهم بأنه نفس المقدار بس واحد موجب واحد سالب لازم يطلع زيرو طيب أربعة تلاحظوا فيه تكرار في أفكار الأسئلة زي ما حكيت لكم أربعة جسمان A و B لهما الطاقة الحركية نفسها هل يكون لهما مقدار الزخم الخطي نفسه وفسر إجابتي الحقيقة إنه الإجابة لا يشترط ذلك طيب ليش يا أستاذ لا يشترط ذلك لأنه يا أستاذ العلاقة بين الطاقة الحركية والسرعة غير خطية أما العلاقة بين الزخم والسرعة خطية شوفوا عليه الزخم اللي هو P يساوي M في V أما الكانيتك انيرجي فهي نص M V تربيع لاحظوا هون الزخم الخطي من الدرجة الأولى والسرعة من الدرجة الأولى يعني العلاقة بينهم طردية خطية تمام؟ بالنسبة للكانيتك انيرجي بتلاحظوا أنه العلاقة بينهم صح طردية لكن ليست خطية لاحظوا الكانيتك انيرجي من الدرجة الأولى أما السرعة طلعوا تربيع مدام اختلفت الأسس معناته العلاقة غير خطية طبس شو يعني؟ العلاقة يا أستاذ إذا كانت خطية يعني طردية هون طبعا طردية خطية يعني إذا زادت السرعة إلى الضعف يعني زادت مرتين السرعة كانت اثنين صارت أربعة شو بيصير في الزخم؟ زيها إذا هي زادت مرتين هو بيزيد مرتين نقصت للنص بنزل للنص هذا معنى خطية أمل ما تكون غير خطية فلا لاحظوا هون لو زادت السرعة مرتين الكانيتك انيرجي بتزيد أربع مرات لأنه فيه تربيع فهمتوا؟ إذن الجواب لا يشترط ذلك لأن العلاقة بين الكانيتك انيرجي والسرعة غير خطية أما بين الزخم والسرعة فهي خطية لمزيد من التوضيح افرضوا كتلة الجسم كانت اثنين كيلو جرام حلو؟ وسرعة الجسم تساوي أربعة متر لكل ثانية لو أجيت حسب حسب شو بيقول لي؟ جسمان A و B لهما طاقة الحركية نفسها آه ماشي ماشي طيب خلين نسمي هذا A وهذه A ونجي نشوف بي M B و VB لو خلينا M B 8 والسرعة 2 أشوف بالله نصف بده روح 16 وهون نصف ضل أربعة فاروة مية مية تمام لو عندي الجسم الأول وجسم الثاني بهاي القيم ويقول لك احسب لي الكاينتك انيرجي لأيه اشتهكي الكاينتك انيرجي لأيه لأيه اللي هي نصف M V تربيع نصف في M اللي هي اثنين في V اللي هي أربعة تربيع ويساوي اثنين مع اثنين بتروح بيضل أربعة تربيع 16 إذن 16 جول طيب تعالي حسب لي كاينتك انيرجي لأيه على نفس القانون نصف ضرب الآن الكتلة تمانية تمام والاثنين اللي هي السرعة تربيع تمانية على اثنين شو بيضل الأربعة اثنين تربيع أربعة أرف أربعة 16 ملاحظين هون الطاقة متساوية لكن هل تساوي الطاقة يعني انه الزخم نفسه الجواب لا ليش زي ما حكينا لأنه العلاقة بين كاينتك انيرجي والسرعة غير خطية لكن الزخم علاقته مع السرعة خطية بتفرق فالآن لو أجي تحسب الزخم لأيه لهو M في V M اثنين و V أربعة الجواب تمانية تمانية كيلو جرام في متر لكل ثان و لو أجيت أحسب الزخم لبي شو رح يعطيني زخم بي رح يكون الكتلة اللي هي تمانية مضروبة في السرعة اللي هي اثنين الجواب 16 لاحظين الكانتك انيرجي نفسها 16 16 لكن لو أجيت حسبت الزخم تمانية و هون 16 تفرق سر هو الحكينا العلاقة بين الكانتك انيرجي والسرعة غير خطية أما الزخم فعلاقته مع السرعة خطية طيب هذا كان بالنسبة لسؤال أربعة إنه لهما الطاقة الحركية نفسها هل يكون لهما مقدار الزخم الخطي نفسه الجواب لا ليش إنه العلاقة مختلفة مع السرعة طيب نيجي على السؤال الخامس السؤال الخامس التفكير الناقد بيحكي لي حمل رائد فضاء حقيبة معدات خاصة لإصلاح خلل في الهيكل الخارج للمحطة الفضائية وفي أثناء ذلك انقطع الحبل الذي يثبته بها أقترح طريقة يمكن أن يعود بها الرائد إلى المحطة الفضائية وفي السرعجاتي أيضا سؤال في نوع تكرار هذا السؤال الخامس فيه نوع تكرار الحكيم يعني هاي مركبة فضائية مثلا تمام هاي مركبة فضائية مركبة فضائية هس رائد الفضاء طلع بيصلح بعد أن انقطع الحبل فصار هون ومعها حقيبة المعدات ها نعملها بالأحمر حقيبة معدات الآن شو يعمل عشان يرجع المركبة الفضائية شوف تنصحه نيجي بنحكي هسا هو الحقيبة كم زخمهم الكلي الانيشيال زيرو معناته إذا رمى الحقيبة كم لازم يضل الزخم لازم يضله زيرو يعني لو أجرم الحقيبة للأمام صار في للحقيبة زخم نهائي صح ديكون موجب طيب عشان يطلع الزخم الكلي سيجما بي فاينال زيرو شو الشرط حكينا حكينا يجب أن يكون زخم الرجل الآن له رائد الفضاء مساويا لزخم الحقيبة مقدارا ومعاكس له اتجاها ليش عشان لما أجمحه مع بعض شو يعطيني زيرو ليبقى الزخم محفوظا إذا شو بتقتره عليه بنقتر عليه أن يلقي بالحقيبة بعيدا عن المركبة الفضائية ليش لأنه إذا رماها بعيدا عن المركبة الفضائية جسمه تلقائيا شو بيعمل بتحرك بالعكس يعني نحو المركبة الفضائية عشان يكون زخمه سالب زخم الحقيبة ويظل مجموح مساوي زيرو ليش لأنه الزخم لابتدائي كنزيو تمام إذن سؤال خمسة بتلاحظوا فيه تكرار سؤال ستة في أثناء دراسة غيث لهذا الدرس قال إن وسائل الحماية في السيارات قديما أفضل أفضل منها في السيارات الحالية إذ أن هياكل السيارات الحديثة مرنة تتشوه بسهولة عند تعرض السيارة لحادث على عكس هياكل السيارات القديمة الصلبة وناقش صحة قولي غيث طب إحنا بالأول نفهم غيث شو بيحكي غيث شو بيحكي بيحكي لنا السيارات القديمة كان البودي تبعها الهيكل الخارجي حديد صلب جامدة يعني بيجوز تخبطها في الحيط والحيط بنهد والحديد تبعها زي ما هو ما شاء الله والذي يعرفوا السيارات القديمة بيعرفوا هذا الحكي فهو في رأيه أنه لأنه هيكلها صلب وسميك كانت آمنة أكثر من السيارات الحديثة السيارات الحديثة أغلبوا فايبر فايبر غلاس وما أشبه يعني مواد يعني بلاستيكية طري يعني بتجي بتقعد على الطنبون أو على غط السيارة تلاقي ممكن ينطعج فتقول لك الهيكل المعاصر الحديث ضعيف ما بنفعش شو رأيكم به الحكي الحقيقة أنه كلام غيث ليس صحيحا ليش برضو في تكرار هذا بشبه السؤال تبع ليش بحطه عشب ورمل على الملعب تمام حسنا لما هيكل السيارة هذا سؤال ستة لما هيكل السيارة يكون صلب أي سيارة هيكلها صلب وتيجي مثلا تصطدم بجدار استضمت في الجدار كم سيكون زمن التصادم؟ لأنه هيكلها زمان كان صلب بنطعج نتفى صغيرة وخلص صعب أنك تطعجه صح؟ بمعنى لما يخبط في الحيط بنطعج نتفى صغيرة وبوقف على طول خلص فبيكون زمن التصادم قصير زمن التصادم قصير طب إذا كان زمن التصادم قصير معناته قوة التصادم كبيرة حلو؟ لأنه الدفع ثابت حلو في السيارات الحديثة في السيارات الحديثة البودي تبع السيارة هيكل السيارة بيكون لين طري فلما بيجي بخبط في الحيط طلعوا بنطعج مش نتفى صغيرة بوقف لا بنطعج وبأخذ وقت طلعوا كل هذا وهو بنطعج ليش؟ لأنه لين طري بطعج هذا لما بطعج معناته زمن التصادم زاد فهمتون؟ مش زي السيارات القديمة بتخبط في الحيط وبتوقف مرة واحدة لا هذا بخبط ما بيوقف على طول ولا شوفه بأخذ وقت وهو بطعج بطعج لأنه قابل للثني مرن فصار زمن التصادم طويل زمن التصادم بصير طويل وإذا كان زمن التصادم طويل فهذا يعني أن قوة التصادم شو ما لها؟ قوة التصادم صارت قليلة ليش؟ لأنه الدفع يقولنا ثابت في الحالتين طب هو الدفع Ft يعني القوة في الزمن فلما كان الزمن قصير كيف دي يضل الدفع زي ما هو؟ لازم القوة تكون كبيرة طب لما يكون زمن التصادم طويل القوة بتنزل عشان يضل الجواب حاصل الضرب نفسه تمام هذا بنسبة لستة تعالوا نروع على سؤال سبعة ومن سؤال سبعة تقريبا بيبلش عندنا أسئلة أو الأسئلة الحسابية طيب نجي نشوف سؤال سبعة سؤال سبعة بيقول لي تتحرك سيارة كتلتها يا هذه كتلة السيارة اللي هي M بسرعة مقدارها 15 متر لكل ثانية شرقا هذه V والشرق نحو الموجب X معناتها موجبة فتصطدم بجدار وتتوقف معناتها جماعة هذه دي روبالكو هذه V إنيشيال هذه V إنيشيال سرعة ابتدائية موجب 15 هسا لما استضمت بجدار وتتوقف تماما شو يعني تتوقف تماما تتوقف تماما يعني V final zero توقفت إن خلاص ما في سرعة حلو قداش أخذت وقت لحدة ما وقفت قال لي أخذت 115 بالألف سكند ثانية هذا T أو دلتا T سواء كتب T أو دلتا T نفس الإشي الزمن فحسب مقدار ما يأتي ألف بده التغير في زخم السيارة إيش التغير؟ يعني دلتا P ويساوي P final ناقص P initial صح؟ ويساوي هم نعرف إنه الزخم هو M في V زائد آسف ناقص دلتا اللي هو نهائي نقص الابتدائي M V initial طلع M هي نفس السيارة إن كتلة نفسها طلعها عامل مشترك دو ضل عندك V final ناقص V initial ويساوي الكتلة أعطاني إياها واحد وخمسة وثلاثين مضروبة في عشر قوة ثلاث كيلو جرام افتح قوس V final اللي هي zero توقفت ناقص والإنيشيال كانت خمستاش تمام هيك ويساوي طبعا هون شو راح يضل عندنا راح يضل عندنا سالب راح يضل عندنا الجواب بالسالب طيب نشوف الآلة الحاسبة أول شي راح يضل عندنا سالب بعدين بنيجي هون شو بنعمال نحكي واحد فاصلة خمسة وثلاثين مضروفة خمستاش ساوي عشرين فاصلة خمسة وعشرين في عشرة قوة ثلاث وهذا زخم تغير في زخم كيلو جرام في متر لكل ثانية طيب لو أجل طالب وسألنا أستاذ التغير في الزخم طلع عندك سالب فهل هذا يعني زيادة أم نقصان كيف نعرف تبهوا إذا كان الزخم موجب يعني نحو اليمين أو الأعلى حسب السؤال أفقي أو عمودي إذا كان الزخم الزخم سالب معناته يسار أو أسفل هذه إشارة الزخم طب والتغير في الزخم لا التغير في الزخم إما بيكون تناقص مثلا معناه أنه تناقص تزايد إلى آخرين كيف ده أحكم باجي بطلع على إشارة التغير في الزخم وإشارة الزخم لابتدائي يعني بيهمني إشارة دلتا بي وإشارة بي إنيشيال إذا كانوا يا أستاذ نفس الإشارة معتوا الزخم زاد تغير بيكون زيادة أما إذا كانت إشاراتهم متعاكسة فحينئذن معتوا نقصان في الزخم فهون التغير في الزخم سالب طب والزخم الابتدائي لاحظوا أنه الجسم كان يتحرق نحو الشرق موجب معتوا الزخم الابتدائي موجب والتغير في الزخم سالب بتلاحظ إشارتين عكس بعض معتوا في عندي نقصان في الزخم نقصان في الزخم بس هون دي أنبه أنه مش نقصان في الزخم فقط لأنه سالب لا لأنه إشارته عكس الزخم الابتدائي تمام؟ الزخم الابتدائي نحن نعرف الزخم هو M5V ويساوي نعوض الكتلة هي 1.35 في 10 قوة 3 ضرب الآن الزخم الابتدائي شرق شرق يعني موجب بعوضه 15 فيمتوا فبطلع موجب الزخم الابتدائي أصلا بيطلع معك موجب لأنه الزخم الابتدائي موجب والتغير في الزخم سالب يعرفنا أنه نقصان طيب لو كان الزخم الابتدائي سالب والتغير في الزخم موجب الزخم الابتدائي سالب التغير في الزخم موجب برضو نقصان ليش؟ لأنه حين إذا بتكون إشارته الموجبة للدلتا عكس إشارة الانيشال اللي هي افترضنا انها سالبة اما اذا كان سالب سالب او الدلتة موجب وبي اي موجب يعني نفس الاشارة حين اذن زيادة في الزخم طيب هذا كان فرع الف بده التغير في الزخم الخطي بقى بده القوة المتوسطة التي يؤثر به الجدار في السيارة حاضر منون اجيب له القوة المتوسطة من قانون الدفع اذا كان فرع الف اما فرع ب فباجي بحكي الدفع اللي هو التغير في الزخم حلو يساوي اف دلتة طيب الدفع يا جماعة اللي هو التغير في الزخم صح ويساوي عشرين الان احنا بدنا مقدار القوة المتوسطة صح بده وان احنا سؤال سبع اسف بده القوة المتوسطة اللي تؤثر بها الجدار في السيارة اذا بدنا مقدارها بنعوض موجب بس بانه ما حددش المقدار عادي بنعوضها بالاشارة والاشارة رح تدلنا على الاتجاه طيب سالب عشرين فاصلة خمسة وعشرين في عشر قوة ثلاثة يساوي القوة المتوسطة اللي هي انا بدي اياها طبع سواء قلك قوة متوسطة او القوة نفس الاشي كم الزمن الزمن اعتقد حكاله مية وخمستاش مية وخمستاش بالالف ميلي سكند او سكند مش ميلي تمام هي مية وخمستاش ميلي سكند نقسم الطرفين على مية وخمستاش بالالف على مية وخمستاش بالالف ومنه اف تساوي طبعا هتطلع سالب وهذه عن النوعين اتجاه القوة اتجاه القوة نحو اليسار وهذا منطقي لانه السيارة او الجسم كان رايح نحو الشرق يعني نحو اليمين فلما يخبط في الجدار الجدار رح يأثر في السيارة بالعكس صح اذا هذا يعني نحو اليسار هو ايش كان ما عطيني اصلا شرق يعني نحو الغرب نحو الغرب اذا بده ايها مقدارا واتجاها يعني بعدين بقسم العشرين فاصلة خمسة وعشرين تقسيم 0.115 يسامي بطلع 176 يعني تقريبا فاصلة واحد في عشر قوة ثلاث نيوتن هذا هو مقدار القوة تمام طيب هذا كان سؤال سبعة صح سؤال سبعة سؤال ثمانية سؤال ثمانية سؤال ثمانية بحكي احسب السيارة ا انه سيارتين ا و ب معطيني كتلة السيارة واحد فاصلة واحد في عشر قوة ثلاث كيلو جرام تتحرك بسرعة 6.4 متر لكل ثاني باتجاه محور الموجب اكس معطيني كتلتها معطيني سرعتها بقدر شو اطلع بقدر طلع زخمها وبقدر طلع طاقتها الحركية اذا احتاجت فتصطدم رأسا برأس طبعا المصطلح رأس برأس يعني التصادم في بعد واحد واحنا مش مطلوب منه اصلا الا في بعد واحد فتصطدم رأسا برأس بسيارة ساكنة معناة زخمها زيرو طاقتها الحركية زيرو هذا معناة ساكن سرعة صفر كتلتها 1.2 قوة ثلاث كيلو جرام وتلتحم السيارتان معا بعد التصادم لاته ما صار عندي التحام اذا هذا شمال التصادم عديم المرونة وهذا يعني انه في فاينل شمالها مشتركة حلو وتتحركان على المسار المستقيم نفسه قبل التصادم كما هو موضح ماشي ماشي كما هو موضح في شكل مجاول احسب مقدار ما يأتي اولا بده سرعة السيارتين بعد التصادم واحددوا اتجاهها شو يعني يعني بده في فاينل طبع من وين دي اجيب السرعة هاي وروح لي على حفظ الزخم مش هالتصادم تصادم عديم المرونة الزخم فيه محفوظ جميع انواع التصادمات كل انواع التصادمات زخمها الخطي محفوظ اذا سؤال 8 فرع الف سؤال 8 فرع الف بده سرعة باجي على قانون حفظ الزخم فباجي بحكي سيجما بي انيشيال يعني مجموع الزخم الكل للنظام قبل التصادم يساوي سيجما بي فاينل طيب قبل التصادم شو كان عندي طبعا عندي سيارتين خلي الاولى اللي هي اي كان لها زخم صح اللي هو ام اي في اي انيشيال زائد اما السيارة بي فكانت ساكنة صح سيارة ساكنة يعني كم كاين زخمها زيرو هذا شو لازم يساوي زخم السيارة اي الجديد زائد زخم السيارة بي الان تحركت انصطدموا ببعض ومشوا مع بعض بان صار صار لها سرعة صار لها زخم لكن بما انهم التحاموا قلنا عديم المرونة ميزة عديم المرونة ايش هي ان السرعة النهائية مشتركة ل اي و بي بمعنى بقدر اطلحها عامل مشترك يعني هون راح يضل عندنا م اي في اي انيشيال تساوي الان بنطلع هي م اي زائد م بي وبنطلع في فاينال عامل مشترك الان ما في داع اكتب في فاينال او في فاينال بي ليش انها مشتركة تمام الان ما وضل علينا الا نعوض واش بده وبده سرعة سياراتين بعد التصادم يعني بده في فاينال كله معنا طرح بالنسبة لكتلة السيارة اي اللي هي واحد فاصلة واحد في عشرة قوة ثلاث وتتحرك بسرعة ضرف ستة فاصلة اربعة طبعا ليش عوضت السرعة موجب لانها نحو الموجب اكس لو كانت نحو السالب اكس كان عوضتها سالب تمام بس يساوي افتح قوس ام اي اللي هي واحد فاصلة واحد في عشرة قوة ثلاث زائد وام بي اللي هي واحد فاصلة اثنين في عشرة قوة ثلاث هذا كله في في فاينال بس هدول لما نجمحهم بيطلعوا اثنين فاصلة ثلاث صح واحد فاصلة واحد زائد واحد فاصلة اثنين اثنين فاصلة ثلاث يعني هدول مع بعض بيطلعوا اثنين فاصلة ثلاث في عشرة قوة ثلاث بدنا آلة حاسبة اثن في فاينال تساوي اول اشي بدي اضرب هدول اي صفرنا الآلة بس عنا واحد فاصلة واحد ضرب ستة فاصلة اربعة تساوي في عشرة قوة ثلاث طبعا بيطلع سبعة واربعة بالمية بقسم على هذا العدد طبعا عشرة قوة ثلاث مع عشرة قوة ثلاث تدور خلاص راكم فبقسم على اثنين فاصلة ثلاث يساوي بيطلع اثنين فاصلة ثلاث متر لكل ثانية هذه سرعتهم المشتركة وبتلاحظوا السرعة شو طلعت موجب صح شو يعني السرعة طلعت معنا موجب اذا نحو الموجب اكس طيب هذا كان فرع الف فرع بابدو الدفع الذي تؤثر به السيارة بي في السيارة اي شوفوا عليه الدفع الذي تؤثر به بي في اي هذا هو التغير في زخم مين هذا بتأثر في بي في اي صح معتوا هذا التغير في زخم اي كمان مرة الدفع الذي تؤثر به بي في اي هو يساوي التغير في زخم اي الدفع الذي تؤثر به اي في بي هو التغير في زخم بي ديروا بالكم وبنان عليه هو بده التغير في زخم اي في رعباه وفعليا بده التغير في زخم اي طب التغير في زخم اي هو عبارة عن زخم اي فاينال ناقص زخم بي اي اي اسف اي 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 ويساوي اه طلع لنا كتلة اي عامل مشترك وبيضل عندي في فاينال ناقص في انيشيل ويساوي ام اي كتلة السيارة اي وينحنا زي الناس اي واحد فاصلة واحد في عشرة قوة ثلاثة مضروب في في فاينال هي مشتركة ل اي و بي فهي سرعة اي و هي سرعة بي نفس الاشي اثنين فاصلة ثلاث ناقص وفي انيشيل لا اي اي اصلا كانت متحركة كان سرعتها ستة فاصلة اربعة طيب قبل ما اكمل ما بتلاحظوا استاذ انه سرعة اي نقصت كانت ستة فاصلة اربعة صارت اثنين فاصلة ثلاثة هو منطقي ليش لانه اكيد السيارة اي هي اللي كانت تتحرك اعطت جزء من طاقتها اعطت جزء من طاقتها لبي ولبي كيف تحركت بي كانت ساكنة ما مح طاقة حركية اصلا من وين جاب الطاقة وتحركت لما بتصطدم السيارة ذات الطاقة الاكبر مع جسم طاقته اقل تعطيه جزء من طاقتها فتلقائيا اكيد سرعتها راح تنزل وبالتالي بنتوقع انه التغير في زخمها شو يكون تغير في الزخم يكون في عينة ناقص يعني في زخمها يلا ويساوي بدنا نطرح 2.3 ناقص 6.4 شايفين بطلع سالب 4.1 دا نضرب في 1.1 ضرب 1.1 يساوي بطلع سالب 4.51 في 10 قوة 3 كيلو جرام في متر لكل ثانية تمام طيب هل هذا يعني تزايد ام تناقص شو حكينا عشان نعرف نروح بنقارن اشارة التغير في الزخم في الزخم الابتدائي الزخم الابتدائي Der A كان موجب ولا سالب لاحظوا السيارة A وين كانت تتحرك على الموجب X فزخمها كان موجب والتغير في الزخم سالب فتلاحظوا انه اشارة التغير في الزخم عكس اشارة الزخم الابتدائي فإذا كانت إشارات متعاكسة فهذا يعني التناقص في الزخم وهذا متوقع لدى سرعتها نزلت أصلاً شيء طبيعي زخمها راح ينزل هذا كان بالنسبة لفرع با إن شاء الله إنه واضح طيب حلينا نمسح ونيجي نشوف السؤال اللي بعده هو سؤال تسعة سؤال تسعة بيحكي أستخدم الأرقام بس قبل هيك شوف أشيك بس على الإجابات طيب بس عفوا أشيك هدول نحس الرقم صغير مش عارف ليش بالله كما مرة هون واحد فاصلة واحد ضرب ستة فاصلة أربعة ستة فاصلة أربعة بيطلع سبعة فاصلة أربعة بالمية تقسيم اثنين فاصلة ثلاث يساوي بيطلع ثلاثة ستة بالمية طب أنا كيف طلع معي ثلاثة أصلاً والله ما نعرف يالله بسيطة بسيطة أنا حسيت الرقم صغير طيب إذن هات ثلاثة فاصلة ثلاثة ستة بالمية تمام وين استخدمنا إحنا؟ استخدمنا هون صح؟ هاتوا هاي برضو تتغير هاد وكيد هاي الإجابة هون راح تتغير هاي الأبيض هون راح نعوض لهي ثلاثة فاصلة ستة بالمية فاي صفرنا راح يكون عندي ثلاثة فاصلة ستة بالمية ناقص ستة فاصلة أربعة يساوي ثلاثة فاصلة أربعة ثلاثين بالمية ضرب واحد فاصلة واحد يساوي تمام بطلع سالب ثلاثة فاصلة ستة سبعة أربعة طيب مش عارف كيف عطتني الآلة هذاك الرقم يلا بسيطة تمام هيك سؤال تمانية أمور طيبة فعلا سؤال تسعة يلا خلنا نمسح الشاشة هاي التعديل هون تمام نمسح الشاشة الآن طيب سؤال تسعة لو استخدم الأرقام يحكي لي جسم ساكن سرعته زيرو زخمه زيرو طاقته الحركية زيرو موضوع على سطح أفقي أملس قصده يحكي لك إنه النظام معزول يعني الزخم محفوظ أنا مش مطلوب مني أصلا إلا هيك يتكون من جزئين هذا الجسم مكون من جزئين A و B كتلة الجزء A تساوي 18 قوة 2 كيلو جرام و كتلة الجزء B تساوي واحد ونص يعني هيك هذا سؤال تسعة عنا جسم هذا الشكل هذا A وهذا B تمام زي مثلا زي حبة الحمص أو ما أشبه مش بتكون فلقتين كأنه فلقتين يعني قطعتين ملزقات البعض تمام معطيني كتلة كل واحدة منهم وهو ساكن معتو الزخم الكلي بما إنه ساكن يساوي صفرا زخم الكلي بكون يساوي صفرا طيب بقولي إذا فصل الجزء B عن الجزء A وتحرك مبتعدا بسرعة عشرة متل لكل ثانية فاحسب مقدار ما يأتي يعني الجزء B انفصل عن A وتحرك مبتعدا مثلا راح هيك فاحسب ما يعني أولا بده سرعة اندفاع الجزء A وأحدد اتجاهها طيب تعالوا شوف هذا فرع ألف طبعا يا جماعة إذا A انطلق نحو اليمين معناتو A لازم ون يروح نحو اليسار ليش؟ عشان يضل لحظوا فكرة كررت معنا عشان يضل الزخم الكلي محفوظ والسطح أملس يعني لازم الزخم طبعا أنه راي على الموجب X معتو A لازم يكون على السالب X تمام؟ زائد الزخم B إذن zero بده يساوي طبعا final final طب زخم A final كم كتلة A في سرعة A؟ طيب وكم بده يكون زخم B؟ بده يكون كتلة B في سرعة B تمام؟ زيرو يساوي طب كتلة A كم؟ كتلة A كتلة الجزء A تساوي 8 في عشرة قوة 2 ضر طب سرعة A إذن فصل جزء B عن A إذن سرعة A مجهولة زائد كتلة B اللي هي واحد ونص في عشرة قوة 3 استأكد بلا أن الأسس هذا كتلةه 3 وهذا كتلةه 2 تمام؟ زي ما بدك طيب يلا ضر سرعة B سرعة B قالي وتحرك بي مبتعدا بسرعة 10 الآن أنا افترض أنه بي ورى على الموجب X فعوض سرعته موجبة حلو طيب تعال نشوف بالنسبة للعشرة هاي ممكن ألغيها شو أعمل في الفاصلة؟ أحركها ينصير 15 بعدين ننقل هذا على الجهة الثانية فبيصير عندي 8 في عشرة قوة 2 VA تساوي سالب 15 اللي نقلتها على الجهة الثانية في عشرة قوة 3 بقسم الطرفين الآن على تمانية في عشرة قوة 2 وهون على تمانية في عشرة قوة 2 هدول بروحوا يظل عندي V لا A اللي هو بده إياها سرعة A النهائية تساوي أول إشي سالب شو يعني سالب؟ هذا الحكينا من البداية سالب أي أنها ستنطلق في الاتجاه المعاكس لبي تمام؟ طيب والإجابة النهائية طيب رح يكون عندي خمستاش تقسيم تمانية بيطلع واحد فاصلة تمانية سبعة خمسة ويرفع لي العشرة قوة 2 فوق بصير سالب 2 بظل واحد يعني في عشرة قوة واحد عشرة قوة واحد يعني يحرك الفاصلة منزلة واحدة يعني هاي الفاصلة بدل ما هي هون خلاص حطها هون تمام؟ في عشرة قوة قلنا واحد خلاص حركتها إذن متر لكل ثانية تمام؟ طيب وقلنا شو معنى السالب؟ يعني عكس الجزء بي عكس الجزء بي هذا معنى الإشارة السالبة هذا كان فرع ألف طيب تعالوا شوف شو بده فرع با فرع با سؤال تسعة بده الدفع المؤثر في الجزء إيه؟ معناته الدفع المؤثر اللي بيأثر على إيه؟ هو التغير في زخمين إيه؟ الدفع المؤثر في إيه على إيه هو التغير في زخم إيه دائما الدفع المؤثر على جسم يساوي التغير في زخم ذلك الجسم تمام؟ معنى تبديوا التغير في زخم إيه؟ طيب تغير في زخم إيه أعتقد هيك فرع ألف واضح؟ نروح على فرع با ممكن أخذه فوق ماشي هاي فرع با بده التغير في زخم إيه؟ بده يكون عندي كتلة إيه في في فاينال ناقص في إيه؟ ويساوي كتلة إيه الجزء إيه تمانية في عشرة قوة اثنين افتح قوس في فاينال لإيه في فاينال لإيه اللي هي هسا حسبناها هاي اللي هي سالب طمانطاش سالب طمانطاش فاصلة سبعة خمسة تمام ناقص وفي إيه كان ساكن زيرو تمام ويساوي بدنا نضرب تمانية ضرب طمانطاش فاصلة خمسة سبعين يساوي سالب مية وخمسين سالب مية وخمسين بالضبط في عشرة قوة اثنين كيلو جرام في متر في كل ثانية شو يعني التغير في زخم طلع سالب طبعا السالب هون يا جماعة هي الاتجاه يعني التغير وين كان نحو نحو اليسار هذا اللي افترطنا طيب بدنا نقارنه معنا عشان نعرف انه زاد الزخم ولا نقص احنا بنتطلع على مين بنتطلع على الابتدائي بس الابتدائي زيرو كان ساكن متى ما كان الزخم الابتدائي زيرو والفاينل إله قيمة اعرف انه الزخم زاد ما هو كان صفر الان صار فيه رقم معاته زاد فهمتوا لانه الصفر مش موجب ولا سالب صفر ولا اشي فالان لما صار ما كانش عندي زخم الزخم زيرو صار عندي زخم سالب شو يعني اي ان الزخم ازداد لكن جسم كان يتحرك نحو اليسار تمام هذا بالنسبة لزخم وبهيك نكون خلصنا حل السؤال التاسع وراح اوقف عنده ان شاء الله على امل ان نكمل بقية الاسئلة ان شاء الله في حصة اخرى يعطيكم الف عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة